السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معي فصفة جديدة في القناة اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم سمنة كبيرة في الفران اللي تجي اكثر من رائعة صراحة بادي العجين اللي يجي مقرمش كتجي اقتصادية والديدة بثثث بثثث كم سحكم بالتجربة ديالها انا سوف نسمعكم المقطع بشوفوا القرمش ديالها كيفاش كتجي اذا كنت تعرفوا لطريقة تحضروا المقادر نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة اذا بنسبة المقادر ديال العجين سوف نحتاج الجوج كيسان ديال العنباء من تحين ديال الفرس سوف نحتاج الكاس ديال العنباء من دقيق سميد النعيم او للنعيم جدا او للفنو سوف نحتاج الميلقة صغيرة من الملحة ونصف ميلقة صغيرة من خميرات الحلويات سوف نخلط جميل المكونات ومن بعد نعجنوهم بالماء اللي يكون دافئ ماء البرودة تقريبا نعني الماء اللي يكفينا باش نجمعو هاد العجين اذا نحن نحن نخلط الماء ونجمعو العجين الى هاد طريقة حتى نحصلو الى عجين ليين بهذا الشكل هادا فقط غير شوية ومن بعد نخلطه ونقسمو على كويرات يكون صغار انا العجين قسمته الى ثمانية ديال الكويرات كي يجيني مورق مزيان اذا نقسمو على جوج ومن بعد الى اربعة جل القطع والنصف الاخر كنقطع واحدة هو الى اربعة جل القطع صغار سوف يحتى كنكمل ثمانية جل الكويرات ومن بعد نضهنهم بشوية جيل زيت ونغطيهم ببلاستيكة ونخليهم حتى يرتاح العجين مزيان اذا بنمى العجين كنخلو كيرتاح سوف ندوزوا باش كنحضروا الحشوة اللي سهلة بثاف سوف نحتاجو لها جوج جل البصلات يكونوا كبار مشلدين بات الطريقة سوف نحتاجو لحبة جل الفلفل كبيرة لي مقطع بهذا الشكل ايضا عندي هنا ميسين وخمسين جرام من الكفتة جل اللحم وعندي لسجل معا كبار من الشحمة جل الكلوة يعني كيميك تبقى حسب الدوق عندي هنا جوج معا القكبار جل الربع اللي مقطع وعندي التوابيل عندي هنا الفلفلة الحلوة مطحونة او اللاطح ميرا ميلقة صغيرة ميلقة صغيرة من الخرقوم ميلقة صغيرة من الملحة ميلقة صغيرة من سكينجبير عندي فصل جل التوم ونسمع القا من الإبزار اضافة مميزة لهذا الوصفة هذه وعندي الهريسة او اللاطح الفلفلة حرة تقريبا ميلقة صغيرة وكتبقى ايضا حسب الدوق اللي كيبغي الحر بزيد فاكي زيد في الكيمياء جل الفلفلة حرة اذا احنا في مقلات سنوضع جل الزيت وضغط عليها البصلة المقطعة نضيف الفصل جل التوم ممكن ايضا تعوضوه بالبودرة جل التوم اذا كانت متوفرة نضيف الففلة اللي مقطعة ايضا ممكن تكتافيوا يعني هي بنوع واحد جل الفلفلة او لا تضيفوا الانواع بتلاتها الفلفلة حمرة مع الخضراء والفلفل الاصفر ايضا بغيتوا تخليوها غير بنوع واحد فاكي جيم زيانة يعني لكم الاختيار دابا غادي نضيف الكفتة بالنسبة ايضا الكفتة تقدرو تبدلوها وتستعملو في العوضة ديالها الكفتة ديال الدجاج او لا القطع ديال الادند او لا اي حاجة انتم بغيتوها ولكن هاد الوصفة بالكفتة كتجي الاد بزيف بزيف وكننضيف من بعد ربع مقطع وشحمة اللي كتبها اختياري ايضا انا استعمدت لسجل مع القكبار اللي ما كيبغيه الشحمة كتيرة فممكن نقسم الكيمية بنسبة الدهن اللي كتلق للشحمة فهو باش غادي نورق العجينة اللي ضافة انا كترت الكيمية شوية كنتو بغيتو يعني ما تكتروا الشحمة فكتستعملو كيمية قليلة وكتورقو من بعد بالزيت او لا بالزبدة اللي مدوبة غادي نضيف من بعد التوابية اللي عندي كيما قلت لكم البزار الخرقوم سكنجبير العواديدين القرفة الهريثة اللي كتبقى حسب التوق وكنشحرو المقادر كاملة مع بضيتها ومن بعد كنغطوها وكنخلي واحدة كتتلق لدام زيان وكتشحر على خطرها اذا هنا كيما كتشوفو العجينة اللي هو واجد الحشوة صفيتها من الدهن اللي فيها واللي هو باش غادي نورق العجين جالي اذا كان ناخدو كويرة وكان نسرحوها مزيان وكان نبقى وكان ندهنه بالدهن اللي صفيتنا من الحشوة بنسبة لهذا اللي صفيت فكيعطيني اللون وكيعطيني ايضا القرماشة يعني صراحة كيجي احسن انا في النظر جالي كيجي احسن من الزبدة ومن الزيت وكيعطي لده اكتر اذا كيما كتشوفو فالعجين ايضا كيجي يعني ساهل في التوراق جاله وما كيعطي بش نهائيا غادي نورقو مزيان ضرور انه يجير قيق يعني المسمنة كيجي مرقم زيان وما كدينش معجناء او الا غليضة وكنضيف شوية دي الحشوة انا الحشوة قسمتها الى ستة ديال الاجزاء لانني غادي نعمر غير ستة ديال الكويرات ووجوج الاخرين غادي نخليهم للاخير كيما كتشوفو بهذا الشكل هادا يعني بحال طريقة ديال المسمن العادي كنعمر ومن بعد كنطوي على ربعة ومع الدهن ديال كل قطعة او لكل جزء ديال العجين كنرشوب شوية ديال الدهن هكا وكنطوي بهذا الشكل هادا وغادي نوضيع المسمن العادي نبقو نبدأ في توراق ديال القطعة الثانية ايضا غادي نعود معاكم باش تبعوا معايا كان نسرح الكويرة مزيان وانا كان ندهن بهذا الشكل هادا حتى كتصبح لي رقيقة مزيان ضروري ما تكون رقيقة ما تخلوش ليجينة غليظة كان اكد على هذه النقطة هادي وكن وضع كمية من الحشوة بنفس الطريقة كان نسرحها مزيان باش كتجيني عمرة من جميع البلايس وكن حط فصة منها المسمنة اللي حضرت في الاول كان نحطها بهذا الشكل هادا وكنعود كنطوي على 4 بعد الطريقة هادي وما تنساوش الدهنو باليدام صافي حتى كما تشوفو وكن وضعها جانبا كان سامر بنفس العملية انا تحدف لي المقطع للأسف استجا الكورات خدمتهم بنفس الطريقة اللي وريتكم من قبل والجوج حتى فضيهم خويين كان نسرحهم غير هاكك وكندهنهم بشوية جلددهن وكنوضع فيهم المسمنة في الواسط وبنفس الطريقة كان عود الكورات الثانية استجا الكورات كي يجيوا عامرين واجوج الاخرين يعني كنخليهم خويين صافي من بعد غاجينا نوضعها في طاوج الفران اللي كان نكونو كتكون مدهونة على دهنتها بالزبدة وكنوورقوها مزيان يعني باش مما كتجي رقيقة كتجي مزيان اكتر وكندهنها من الفوق بدك شلي بقليا جال الدهن باش كتعطيني ذكن اللون محمر فهدلقتنا غاجي نسخنوا الفران على درجة حرارة جيد مرتفعة على درجة حرارة تينو خمسين بالنسبة الفران جلده كنخليه حتى كي يسخن زيان ومن بعد كننقصوه تقريبا على درجة حرارة مية وتسعين وكندخلوها كالطيب من الفوق ومن التحت حتى كتتحمر وكنخرجوها كما كتشوفو الشكل جيلها كيفاش كي يجي كتجي محمرة ومقرمشة كما كتشوفو كجي محمرة كما كتشوفو كتجي محمرة ومقرمشة ستحق تجربة سوف نقطعها معكم باش تشوفو كيفاش كتجي من الداخل ايضا كما كتشوفو كتجي مورقة وكتجي يعني ذكي الحشوة بينها كانتمنى انكم تجربوا الوصفة ديالليوم وتنال ايجاب ديالكم صراحة كتستحق التجربة يعني ما تردوش انكم تجربوها عكا كتجي يعني بحجم عائلي اذا كان نقول لكم الى وصفة قادمة ان شاء الله ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس بس دائما يوصلكم الجديد و الى وصفة قادمة ان شاء الله و دمتم في امان الله